متابعي قناة أسرار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلا بكم في حلقة جديدة نتابع فيها آخر تطورات في قضية إذاعة شمس فام تدخل رئيس الجمهورية الاتحاد العام تونسي للشغل شنو اللي صار بالضبط في مقر إذاعة شمس فام على اجتمال اعتداء على العاملين في هذه الإذاعة من قبل أعوان بلدية الكرام مش كون رئيس بلدية الكرام شنو حكيته بضبط شنو توجهيته وشنو علقته بقيس سعيد والحرب اللي بنتهم الزوز وتصريحاته السابقة كل هذه التفاصيل بش نحكي عليها في هذا الفيديو ولكن فضلا وليس أمرا كان انت اول مرة تسمع فيها ما تنسيش تعمل اشتراك في القناة تفعل الجرس بش تصلكم الفيديوهات القادمة مرحبا بكم الناس الكل مرحبا بتفاعلاتكم وتعليقاتكم تحت هذا الفيديو اليوم الحدث الأعلامي البارز الحدث على الساحة الأعلامية في تونس الاعتداء على مقر إذاعة شمسة فيم من قبل أعوان بلدية الكرام وثم فيديو يوثق اقتحام عدد من أعوان بلدية الكرام لمقر إذاعة شمسة فيم حمزة البلومي شفناه في تصريحات وكل الناس تقريبا اللي تخمنوا كلهم علقوا على اللي سارع في شمسة فيم اليوم وقال اللي فتحي العيوني رئيس بلدية الكرام عنده مشكلة مع إذاعة شمسة فيم وهددهم مباشرة وقالوا مني نعرفكم وين تقضوا وين القهوة اللي تقضوا فيها وانتم عندكم مشكلة مع فتحي العيوني وغيره وصال الكسراوي صحفية بشمسة فيم قالت الانتقال الديمقراطي كذبة الديمقراطية كذبة العدالة الانتقالية كذبة التنمية الجهوية كذبة الأمن الجمهوري كذبة القضاء المستقل كذبة الأعليم الحر كذبة وباتبع دولة مستقلة كذبة أكبر لأن بلدنا محتلة داخليا وخارجيا وما يحدث من ظلم وقهر وفسد وسرقات ستكون عقيبته وخيمة سابقة خطيرة أقدمت عليها ما وصفتها نقابة الصحفيين والجميع العامل الأعلام وصفتها بميليشيات تابعة لرئيس بلدية الكرام أقدمت صباح اليوم على محاصرة واقتحام مقر إذاعة شمسة فيم والاعتداء على العاملين فيها لفظيا وماديا وهددوا عدد آخر من الزملاء وحسب بيان نقابة الصحفيين والجميع العامل الأعلام فقد تخرى رئيس البلدية أمكانية بلدية الكرام من أجل القيم بهذا الاعتداء اللي ذكرنا بماضيه مع روابط حماية الثورة اللي خربت البلد وكان لها سلسلة من الاعتداءات على المؤسسات الأعلامية والمنظمات الوطنية كما اتحاد الشغل ولعل أبرزها الاعتصام أمام مقر التلفز الوطنية والاعتداء على مقر الاتحاد والهيئة العليا للاتصال السمعي والبصاري نقابة الوطنية لسحفين التونسين والجميع العامة للأعلام اعتبروا أن هذا الاعتداء لم يستهدف إذاعة شمسة فام والعاملين فيها فقط وإنما استهدفت دولة المدنية ودولة القانون وحرية التعبير عبر ممارسة البلطاجة وتكريس قانون الغاب بإمكانيات الدولة النائب حاتم لمليكي علق على اللي صار في إذاعة شمسة فام من اعتداء ناس مويلية لفتح العيون على هذه الإذاعة وقال اللي فم إمكانية محاكمة أو عزل رئيس البلدية وهذه حسب القانون يعني اللي يخول لرئيس الحكومة أنه يعزل رئيس البلدية كتب تدوينه وقال فيما يتعلق بحادثة الاعتداء على شمسة فام الفصل مئتين وثلاثة وخمسين من مجلة الجماعات المحلية يسمح لوزير أشؤون المحلية والبيئة بمسائلة رئيس البلدية وإذا ثبت الخرق الجسيم يمكن إيقافه لمدة ثلاثة أشهر ويمكن لرئيس الحكومة إجراء مسائلة واتخاذ قرار عزل رئيس البلدية في حال ثبوت تورته في خرق جسيم حزب أفق تونس أدين محاصرة مقر إذاعة شمسة فام من طرف عشرة العاملين ببلدية الكرم وأصدر بيين قل فيه على إثر إقدام عدد من أعوان بلدية الكرم على محاصرة مقر إذاعة شمسة فام ورفع شعارات تمس من اعتبار وكرامة العاملين بالمؤسسة يعبر الحزب عن إدانته لهذه الممارسات الهاماجية التي لا تتلئم مع قوانين الدولة ومع حرية الرأي والتعبير وأكد الحزب على أن هذه التجاوزات هي استمرار للممارسات الماريقة التي دأب عليها فتح العيون يا رئيس بلدية الكرم في انتهيك القيامة الجمهورية والديمقراطية المدنية للدولة ومحاولة إنشاء كيين خارج عن القانون الاتحاد العام التونسي لشغل أدين إقدام ما وصفه بمجموعة مدفوعة من رئيس بلدية الكرم على محاصرة ذاعة شمسة فام على خلفية انتقادها لعمل بلدية الكرم وحمل اتحاد الشغل في بيان لها الحكومة مسؤوليتها في تتبع المعتدين ومحاسبتهم وحذر من تصاعد موجة العنف التي تقف وراءها أحزاب وعصابات معادية للحريات والحقوق وقالت شمسة فام إن عشرات العاملين في بلدية الكرم أقدموا على محاصرة المقر ورفعوا شعارات تمس من العاملين بالمؤسسة واعتبرت أن ما يحدث بمؤسستهم مسا خطيرا من العمل الصحفي واستهدافا للصحفيين من جنب أدينة رئيسة الجمهورية صباح اليوم اقدم عدد من العاملين في بلدية الكرم بمحاصرة مقر إذاعة شمسة فام حسب ما أكدت الإذاعة يأتي هذا على خلفية عمل صحفي انتقد فيه مقدم برنامج المتنة الحمزة البلومي عمل البلدية وعبرت رئيسة الجمهورية حسب نفس المصدر عن تضامنها مع شمسة فام العاملين فيها ورفض كل أشكال تهديد حرية التعبير والصحفة وكان المستشار الأعلامي لرئيس الحكومة قد أكد أن المشيشي أزدى تعليماته لتأمين إذاعة شمسة فام وحماية العاملين بها ونذكر نسي الكل وأن العلاقة متوترة هناك علاقة عداوة بين رئيس الجمهورية قيس سعيد وفتحي العيوني رئيس بلدية الكرام تصريحات قديمة لرئيس بلدية الكرام فتحي العيوني وقتها رئيس الجمهورية ماشح صلى الجمعة في الكرام فما راعوا إلا صرح العيوني وقال ما يجيش رئيس الجمهورية يدخل الكرام من غير ما يعلمني ويكون في بيلي لأنه هو يعتبر أنه رئيس الجمهورية لازمه حماية ولازمه تأمين هذه الحجة اللي اعتمد عليها وهذا اللي لقى أنت قاد واسع في وسائل الأعلام كيفاش أنت أي مواطن تقول يعني رئيس الجمهورية والأي مواطن مضطر أنه يعلمك هو رئيس الدولة مش مضطر أنه يعلمك أنت أصلا هو فما حماية قادة تحمي فيه مرافقة أمنية قادة تحمي فيه وبالتالي هذا التصريح اللي عمل بوليميك كبيرة برشا في تونس واعتبر فتحي لعيوني وقتها لرئيس الجمهورية الجيوزو وقال اللي هذا التجاهل لبيب كامل في الدستور وإن كان قدومه لأداء وجب ديني داخل منطقة ترابية خاضعة إلى سلطة محلية وقال لعيوني أنه بش يرسل مكتوب لرئيس الجمهورية قيس سعيد يعاتب فيه سييته عن تجاهله لبيب كامل من الدستور وقال في تصريح لجوهر أفام وقتها يعيوني أنه صليت الجمعة ما هيش كما سئر الصلاوات الأخرى إنما فما تقوس كما كينها عيد معناها أسبوعي يجمع لكل المواطنين تتوقف الخدمة يتوقف التوقيت الإداري وظهور رئيس الجمهورية في مناسبة كما صليت الجمعة هذا يجي في إطار الأنشطة العامة على غرار صليت العيد كيف يمشي صلى العيد ولذلك قدوم رئيس الجمهورية ومشاركته يقتضي أعليما مسبقا لرئيس البلدية على حد قول فتحي العيوني هذه التصريحات أثرت ردود فعل غاضبة اعتبروا أنه الكرام وكأنها أصبحت إيمارة اليوم وكل شخص متعدم الكرام لازم يعلم فتحي العيوني قبل تصريحات غير مقبولة رئيس الجمهورية يمشي وين يحب رئيس الجمهورية جاءوا بفتحي العيوني بأنه عاود مشي مرة أخرى للكرام وصلى فيها صليت الجمعة في جامعة الفراشيش وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يصلي في قيس سعيد في هذا الجامعة وهو جواب واضح على الضجة اللي صارت وقتها بسبب هذه التصريحات من جهتها وزارة الشؤون المحلية وفي ردها على تصريحات العيوني قالت اللي رئيس الجمهورية هو مواطن يتمتع بحرية التنقل يمشي وين يحب ويصلي وين يحب مش كونه هو فتحي العيوني فتحي العيوني تمكن نهار الاثنين تسعة جوليا الفين واثمانتاش بعد الانتخابات البلدية هو في الأساس محامي رئيس قائمة حركة النهضة للانتخابات البلدية في بلدية الكرام يعني يتمكن من أنه يمسك المنصب متاعه وفيز برئيسة المجلس البلدي بالكرام الانتخابات في الكرام كنت في جو مشحون للغاية والتنصيب المجلس البلدي الجديد عرف أجواء سيخنا جدًا